والآن إلى الصفحة الاقتصادية مع موريس مرحبا موريس مرحبا جيسكا مرحبا ماجد شو أبرز الأخبار؟ يعني أوروبيا الخبر الأبرز هو انتظار الاجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي للاتفاعل الموزني هناك خلاف كبير حول حجم موزنة الاتحاد الأوروبي وأيضا حجم الاقتطاعات والأنفاق وإلى ما هناك أيضا في ملف وخبر مضحك بما كان معين عن وزير ميلي سي بإيراني تم الكشف معه عن شيك بجيبته بقيمة أكثر من 50 مليون دولار رح نشوف التفاصيل بهذا شكرا نوال بداية مع الأخبار العربية كشفت وزارة الميلي المصرية أن نسبة الدين المحلة ارتفع على 69.7% نهاية أيلول 2012 أي لحدود 18.4 مليار دولار وبالمقارنة مع 15 مليار دولار نهاية الشهر الذاته من عام 2011 كما وارتفع عجز الموزني لـ 5.1% من نتيج المحلي بنصف الأول من العام الميلي 2012-2013 لـ 13.6 مليار دولار بالمقارنة مع 11 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي إشارة إلى أن الدين الخارجي المصري بلغ نهاية أيلول 2012 حوالي 34.7 مليار دولار أي 11.9% من الناتج المحلي المصري طلب البنك الدولي دول شمال أفريقيا وعلى رأس مصر تونس جزائر والمغرب طلبه بضروري تخفض رسوم تحويلات العاملين بالخارج لبلادهم والتي بتوصل نسبتها لـ 7.3% خلال فتح باب المنافسة أمام سوق التحويلات وبتوقع البنك أنه تؤدي عملية خفض الرسوم لتأمين تحويلات إضافية لداخل هالدول بقيمة 679 مليون دولار إشارة إلى أن متوسط رسوم التحويلات بشمال أفريقيا بيوصل لـ 7.3% وهو أعلى من المتوسط العالم اللي حددته مجموعة العشرين عند 5% كمتوسط مستهدف بحلول 2014 أوروبياً إيرانياً ضبطت الجاميرك الألمانية بحوزة وزير المالية الإيراني السابق تهماسب مظاهري شيك مصري في بقيمة 54 مليون يورو مسحوب من المركز الفنزولي وذلك لدى وصوله لألمانيا قبل أسابيع ومظاهري اللي شغل أيضاً منصب حاكم المركز الإيراني حتى عام 2008 وصلت بـ 21 كنونة تانية لمطار شميل غرب ألمانيا أتياً من تركيا وبدأت الجاميرك الألمانية تحقيق حول إمكانية وجود عملية تبيض أموال وراءها الشيك إشارة إلى أنه مظاهري كان أكد أنه الشيك تقديم ملي من الحكومة الفنزولية لبناء 10.000 واحدة سكنية بإيران أوروبياً المفاوضات مستمرة حول ميزانية الاتحاد الأوروبي بالوقت اللي بيظهر فيه للعلن الاختلاف بوجهات النظر بين قادة الاتحاد حول حجم وتقسيمها الموازنة المخصصة لفترة ما بين 2014 و2020 من المنتظر أنه يشهد اجتمع القادة الأوروبيين الخميسة المقبل الجولة الثانية من المفاوضات حول موازنة اتحاد الأوروبي للبت بالإطار المالي للتكتل خلال الفترة بين عامي 2014 و2020 بعدما فشلت الجولة الأولى اللي جارت بتشرين الثاني الماضي بسبب تباعد وجهات نظر القادة الأوروبيين حول حجم الانفاق ضمن الموازنة والمخييف اليوم مستمرة من عدم الاتفاق أيضاً باجتماع الخميس على موازنة الاتحاد الأوروبي حيث حذر الرئيس الفرنسي فرنسو أولاند من صعوبة التوصل لاتفاق حول هالموازنة لمتوقع أن يبلغ حجم تريون يورو الأمر أيضاً اللي كانت توقعته المستشار الألماني أنجيلا ميريكل لمنتظر أنه تجتمع مسأل أربع مع الرئيس الفرنسي فرنسو أولاند للبحث بإمكانية تقريب وجهات النظر والوصول لحل توافق قبل الذهاب للقم نهار الخميس وميريكل بدورة كانت أيدت مقترح رئيس المجلس الأوروبي هرمن فان رومبي حاول تخصيص 45.7% من موارد التكتل لدعم النمو الاقتصادي وسنديك البنية التحتية وتخصيص 364 مليون يورو لتنمية القطاع الزراعي أما رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فعراب عن تفاعله بإمكانية توصل الاتفاق حول الميزانية الأوروبية باجتمع نهار الخميس بالوقت اللي بتصر في بريطانيا على إجراء تخفيضات كبيرة بموازنة الاتحاد أيضاً أوروبياً ارتفع عدد العطلين عن العمل بإسبانيا بحسب البيانات اللي أظهرت أنه خلال شهر كانون الثاني 2013 ارتفع عدد العطلين بحوالي 132 ألف شخص لا يوصل العدد الإجمالي لـ 4.98 مليون إسباني عاطل عن العمل واللي بيشكل نسبة بتتخطى 26% من القوى العاملة الإسبانية وكناقر البرلمان الإسباني نهاية عام 2012 موازنة العام الحالي اللي بتتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة بتهدف لتوفير 39 مليار يورو برابع أكل صبب منطقة اليورو واللي بتضم عدد سوكين يقدر بـ 47 مليون نسمة واندرجة الميزانية بإطار خطة فرض الاتحاد الأوروبي على مدريد لتوفير 150 مليار يورو حتى عام 2014 لتخليص العجز العام من نهاية 2011 واللي كان سجل حوالي 9% لمستويات 4.5% نهاية 2013 و2.8% نهاية 2014 أوروبيا أيضا نتوقع أنه يعلن كريس لوكاس المدير المالي لبنك باركليز البريطاني نيتو التقاعد بعد ظهر اليوم بالوقت اللي بكافح فيه البنك بفعل سلسلة فضائح تم الكشف عنها مؤخرا ومنها فضيح تتلعب بأسعار الفائدة بين المصارف اللي بار حيث وقدت هالفضيحة لتغريم المصرف بـ 450 مليون دولار ولوكاس ضمن لائحة من أربع موظفين حاليين وسبئين بباركليز بيتم التحقيق معهم نبل السلطات البريطانية حول ضخ رأس ميل بالمصرف من جانب دولة قطر عام 2008 لتجنيب المصرف البريطاني طلب خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية إلى الولايات المتحدة حيث استبعد الرئيس بارك أوباما لجوء إدارته لفرض ضرائب جديدة للحصول على إيرادات إضافية لسداد الدين العام للحكومة الاتحادية واقترح أوباما بدلا من ذلك القيام بتخفيضات ذكية للإنفاق مع أغلاق السغرات الموجودة بالنظام الضريبي للحصول على إيرادات إضافية وكأن رئيس أوباما وقع الشهر الماضي اتفاق مع الكونغرس لزيادة الضرائب على الأسر لبيزيد دخل السنوي عن 450 ألف دولار بخطوة جنبة البلاد الهوية المالية لبتمثل تطبيق تلقائي لحزمة زيادة ضريبية وتخفيضات بالإنفاق بقيمة 600 مليار دولار كشفية الخطوط الجوية اليابانية جال أنها رح تتفاوض مع شركة بوينغ للحصول على تعويض نتيجة منع الطائرة 787 دريم لينر من التحليق بعض الأعطال العديدة والمتتلية اللي ظهرت بها الطراز من الطائرات وبحسب جال اللي بتملك 50 طائرة دريم لينر 787 اللي طبعا بتتغوض اللي هي بالخدمة حاليا حول العالم وقف رحلة طائراتها رح يحمل خسائر تقدر بـ 8 مليون دولار حتى نهية أذار المقبل أعلنت مجموعة فيات الإيطالية أنها رح تستكمل دمج كرايزل الأمريكية كليا لمجموعتها بحلول عام 2014 وفيات اشتريت كرايزلر بعدما هدد الإفليس الشركة الأمريكية نتيجة الأزمة الاقتصادية وبتملك حاليا حوالي 60% من أصولها إشارة إلى أن مبيعات سيارات كرايزلر بتشكل المحفز الميلي القوي لمجموعة فيات الإيطالية من الأخبار إلى الأسواء وطبعا البدين برسي بيروتو اليوم اللي أنهيت الجلسة على بعض الاستقرار السلبي بضغط أسيس من قطاع البنوك والذي كان حد بعد شيء من التراجعات ارتفاع أسهم السوري دير آل لمستويات كرب 13 دولار إلى جولة على المؤشرات الأسيوية حيث حد اليوم من مكاسب المؤشر السعودي ضغوط من قطاع الخدمات الميلي والبنوك أما مؤشر سوق دبي فكان لئا دعم من قطاع العقار وقطاع المصارف إلى المؤشرات الأسيوية حيث ارتفع مؤشر نيكا اليابان إلى اليوم الخامس على التويلة ووصل لعلى مستويته ب33 شهر بعد تراجع اليان اليوم لأدنى مستويته بسنتين ونص وأمام الدولار مما دعم طبعا أسهم الشركات المصدرة بينما ظهرت أيضا علامات على تعافي الشركات الإلكترونية المتعسرة حيث ارتفع سهم باناسونيك اليوم بـ 17% وهي طبعا الوتيرة اليومية الأسرع بـ 38 سنة للشركة بعد عودتها الشركة للربحية إلى جولة على المؤشرات الأوروبية حيث الأسهم الأوروبية فتحت بدأ التداولات على بعض الارتفاع ولكنها عادت وتخلصت منها الارتفاعات وعادت للتراجعات بظل الخلاف المستمر بين القادة الأوروبيين حول موازنة الاتحاد الأوروبي إلى جولة على المعادن حيث أدها بعادل التراجع بظل عودة الدولار للارتفاع من العاملات وتحديدها من اليورو الأنصة بها اللحظات 1662 دولار 63 دولار تقريبا لأنصة الدهب أما نفط فعاد للتراجع بعد ما كان سجل أعلى مستوياته بأكتر من أربعة تشهر بعد البيانات الإيجابية اللي كان صدر يتحول قطاع الوظائف بالولايات المتحدة إشارة إلى أنه كان ارتفع اليوم العائد على السندات الإسبانية والإيطالية وطبعا بتعيش إسبانيا قلق سياسي بعد مطالبة المعارضة لرئيس الوزراء ماريانو رخواي بالاستئالي لفضيحة بتتعلق بتلقي أموال ورشيوة إلى جولة على أداء العاملات حيث أليورو عن مستويات الواحد 35-62 وعاملية الضغوط طبعا من ارتفاع البطالة بإسبانيا وأيضا ارتفاع عائد السندات لدول جنوب أوروبا أما اليان فوصل لأدنى مستوياته بـ 32 شهر أمام دولار بعد تصريحات لوزير المالية الياباني كان أكد فيها أنه إنهاء حالة الصعود لشهد اليان على المدى الطويل لا تزيل ضمن أولويات عمل رئيس الحكومة شينزو عبي الحكومة الجديدة هذه كانت أخبارنا الاقتصادية المزيد من الاقتصاد بنشر المسائية منعوضة لكم تبع ترجمة شكرا موليس